السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازاكم يا بنات عاملين ايه? اه واقول كمان ازاكم يا حبيبي عاملين ايه? يا رب اكونوا كويسين وبخير. اه كل سلام انتم طيبين. النهاردة هنعمل معاكم صحور خفيف جدا. وفي خمس دقايق خمس دقايق تكون انت بخلصاه. اه تعالوا معايا هنعمل معانا بيتزا القطايف. اه دي وصفة جديدة خالص. وطبعا مفيدة جدا ومريحة لك جدا. احسن من اي سحور تعمليه. لو حابة تعملين سحور خفيف كده بسرعة. هيكون موجود عندك المقادير دي. معايا القطايف. ومعايا اه جبن. اه زي البتزا اللي انت بتعمليها بس من غير عجل. آآ البديل بتاعها القطايف. احنا معانا الجبن جبنا آآ مودزر الله وجبنا شيدر. آآ ومعانا الجبن كيري. ومعانا كمان السلسة. ومعانا الزتون. وفلفل اغدر. وآآ طماطم. وكمان معانا اللحمة مفرومة مع الصجة. اللحمة دي يا جماعة انا بعصجة وبحطها في الفريزر كده. افرزها. وقت ما احتاجها اخرج اللي انا محتاجها منه. طبعا انا عصجتها معاكم قبل كده. وطبعا القطايف. انت هتقول لي الحجم كبير كده ليه? انا اللي عاملها النهاردة يا بنات. عاملها ونجهزة العجينة بتاعتها. انا عملت العجينة دي معاكم قبل كده في فيديو. هنزل لكم بقى الرابط بتاعها في صندوق الوصف. انا كبرتها شوية كده. علشان نقدر نحط عليها الحشو براحتنا. وآآ وبحشو كفاية كده عشان الولاد. تعالوا بقى معايا نشوف هنعمل ايه? آآ دخلوا بقى معايا على طول. نشوف اول خطوة في الرصفة بتاعتنا. آآ اول حاجة نعملها احنا جبنا الصينية اللي احنا هندخلها فيها الفرن. هنيدوب بس كده آآ عملناها بالفرشة كده برشة زيت. هنبدأ ان احنا نفرد عليها القطايف بتاعتنا كده. خلنا بقى نحط السلسة بتاعتنا كده عليها. آآ في حاجة حلوة قوي ممكن تعمليها على السلسة ممكن تحط عليها معلقة بتبقى جميلة جدا. وبتدي طعم حلوة قوي. هنبدأ نعمل ايه? هندي كل القطايف اللي معنا دي نديها بالسلسة كده. ندي هنا كلها بالسلسة. طحفة والله يا جماعة. ان شاء الله تيهجبكوا جدا. وطعمها بقى حلوة او خفيفة. طبعا ولاد بقوا مبسطين منها جدا. خلاص حطينا السلسة بتاعتنا. هنبدأ نحط بقى آآ شوية جبن كده للاول. تمام? وهنحط معنا كمان آآ الزيتون. حاولي توزعي كده عليها. الزيتون بدي لها طعم حلو كمان بدي لها شكل حلو قوي. انا بعمل قدامكم كم واحدة كده وانتوا نشاء الله بقى آآ تبقوا وكملوا الباقي زي ما انتم شايفين كده. هنبدأ بقى نحط الجبن. وهنحط الطماطم. والفلفل. نوزعها كويس جدا كده. والفلفل اهو. تمام? هكملهم كلهم وهرجعلكم تانية بنا. هنبدأ نحط الجبن بتاعتنا كده. دي الجبنة الشيدر. معانا ها. تمام? حطنا الجبنة الشيدر نحط الجبنة الكيري. كده نوزعها كده. الجبنة الكيري دي اختيارية يا جماعة. جبنة نيستو جبنة كيري. آآ اي جبنة عندك آآ تكون ملحقة خفيف. لان عندي الولاد بيحبوا قوي جبنة دي على البتزا. بتبقى سايحة كده وتبقى طعمها حلوة قوي. هي مجرد ما هتدخل الفورن هتلاقيها خلاص. ساحت على البتزاية. هنحطها كده قبل ما نحط الجبنة الجبنة الموزرينة. نبدأ نرش بقى جبنة موزرينة كده. على الوش. شوفتوا آآ الحجم الكمية عندنا ما شاء الله الجبن هتدي لها طعم حلوة قوي. نوزع الجبنة على الوش كلها كده. وهخلص كل الكمية هارجع لكم تاني. زي ما انتم شايفين كده يا بنات شكل بتزاية معانا حلوة قوي. دعوه بقى نحط آآ على الباقي. هنحط لحمة مفرومة. وطبعا برضو هنحط معا الزيتون. مش لازم قوي تحط مع اللحمة المفرومة بقى طماطم وفلفل. هو كفاية اللحمة بس بتديها طعم حلوة قوي مش محتاجة اي حاجة معاها. هنحط اللحمة مفروم كده وعليها الجبنة وخلاص. والزيتون طبعا. برضو اللحمة المفرومة دي اختياري. لو عايزة تعمليها بجبنة بس. دي حاجة تنبع راحتك وزوءك. احنا هنا بنعملها بلحمة بتبقى حلوة برضو قوي. والولاد ببقى مبسوطين بها خالص. يبقى احنا كده خلاص. عملنا اللحمة معاكم وعملنا الجبنة. نبدأ نحط كمان على اللحمة المفرومة نحط جبنة كده. تدي لها شكل وطعم حلو. دايما انتم شايفين كده بناية تحفة تحفة وهتشوفي بقى بتزا من نوع جديد وطعم جديد. وطبعا هتعمليها دايما اهي معاكم. هدخلها الفرن بقى. هنكمس هنخنين الفرن على درجة حرارة عالية. هنسيبها لخمس دقيق بس والع من تحت الفرن. وبعدين نطفي من تحت ونشغل الشواية بس يا دو الجبنة بتاعتنا تسيح. وبعد ما تخرج هوروكو شكلها بقى عامل ازاي? وبكده خلاص خلصنا بتزا القطايف بتاعتنا يا حبيبي شفتوا شكلها تحفة من هنا آآ باللحمة المفرومة واللي دي بالجبنة. تعالوا معايا شوفها النقطة واحدة كده والله بتبقى تعمها تحفة جدا جدا جدا. اه? جبنة مودريلا ما تموت معانا اه? يا ريت بقى الوصفة دي تعجبكم ولو عجبتكم يا ريت ما تنسوش اللايك والشير والسابسكرايب يا ريت تفعلوا الجرس عشان نوصل لكم كل فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.